هذا هو المقطع الثاني من الفصل الثاني من الباب الثالث من كتاب الشيخ المفيد مؤسس المذهب البويهي الأثنى عشرية المقطع هذا الثاني يدور حول الاستدلال بالسنة النبوية على النص على الإمام علي بالإمام بعد أن عجز الشيخ المفيد بالاستدلال بالقرآن على النص على الإمام علي بالإمامة انتقل إلى الاستدلال بالسنة النبوية وكانت العملية أسهل عليه وهي تنقسم إلى أحاديث عامة تتحدث عن فضل الإمام علي وأحاديث تتحدث بصراحة عن الإمام ولكنها مشكوك في صحتها وغير معروفة أو مؤولة بصورة عسفية ولكن المفيد يغض الطرف عن جميع عيوب تلك الأحاديث ويقول أما الإظهار من النبي صلى الله عليه وآله فقد وقعه ولم يك خافيا في حال ظهوره وكل من حضره فقد علمه ولم يرتب فيه ولا اشتبه عليه يعني كان نص صريح وجلي وسوف نرى فيما إذا كان قوله هذا صحيحا أم إدعاء فارغا ونبدأ باستشهاد المفيد بموضوع تولية النبي للإمام علي عليه السلام القضاء في اليمن وتأميره على الجيوش واختياره لأداء سورة براءة واستخلافه على المدينة عند مغادرته لغزوة تبوك فقد اتخذ المفيد من كل ذلك دليلا على النص على الإمام علي فقال إن سنة رسول الله بعد موته واجبة كوجوبها في حياته وكان أولى بالإمامة ممن لم يسن النبي فيه شيئا من ذلك وكان من أبرز الأحاديث النبوية التي استشهد بها المفيد على النص على الإمام علي حديث أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي حيث قال إن الله تعالى فرض طاعته على أمة محمد كما كان فرض طاعة هارون على أمة موسى وجعله إماما لهم كما كان هارون إماما لقوم موسى وأضاف فأوجب بذلك له الخلافة من بعده وأوضح به عن استخلافه إماما وغفل المفيد عن أن هارون كان خليفة لموسى على قومه أثناء حياته لفترة من الوقت ولم يكن إماما عليهم بعد وفاته حيث توفي هارون في زمان موسى وبالتالي فلا يمكن استنباط النص على الإمام علي بالخلافة من هذا الحديث حديث الغدير وربما كان حديث الغدير هو أقوى نص يمكن أن يستشهد به الشيخ المفيد والإمامية على وجود النص على الإمام علي بالإمامة ولذلك قال المفيد قد أجمع أهل الإسلام على أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نصب علي يوم غدير خم في رجوعه من حجة الوداع للأمة جمعاء ثم واجههم بالخطاب من كنت مولاه فهذا علي أو فعلي المولاه فأوجب له ما لنفسه من الطاعة وشريف المقام ولا خلاف بين أهل اللسان أن المولى عبارة في اللغة عن السيد المطاع وقد سلم لروايته الجميع من قول الرسول بغدير خم فأعطاه بذلك حقيقة الولاية وكشف به عن مماثلته له في فرض الطاعة والأمر لهم والنهي والتدبير والسياسة والرئاسة وهذا نص لا يرتاب بمعناه من فهم اللغة بالإمامة ثم روى المفيد الحديثة بتفصيل فقال في اليوم الثامن عشر من ذي الحجة من سنة عشر من الهجرة عقد رسول الله صلى الله عليه وآله لمولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب الأهدى بالإمامة في رقاب الأمة كافة وذلك بغدير خم عند مرجعه من حجة الوداع حيث جمع حين جمع الناس فخطبهم ووعظهم ونعى إليهم نفسه ثم قررهم على فرض طاعته حسب ما نزل به القرآن وقال لهم على إثر ذلك من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم والي من والاه وعادي من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله ثم نزل فأمر الكافة بالتسليم عليه بإمرة المؤمنين تهنئة له بالمقام وكان أول من هنأه بذلك أمر بن الخطاب فقال له بخن بخن لك يا ابن أبي طالب أصبحت مولاي ومولاه كل مؤمن ومؤمنة وقال في ذلك حسان ابن ثابت شعرا يذكر الشعر أيضا وأنزل على النبي صلى الله عليه وعليه وسلم أنت خاتمة كلامه في الحال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقد استشهد الشيخ المفيد بقصيدة حسان في إثبات نظرية الإمامة الإلهية لأهل البيت فقال ومما يشهد بقول الشيعة في معنى المولى لأن المولى في معاني عديدة حوالي عشرين معنا وأن النبي أراد به يوم الغدير الإمامة قول حسان ابن ثابت على ما جاء به الأثر إن رسول الله لما نصب علي يوم الغدير للناس علما وقال فيه ما قال استأذنه حسان ابن ثابت في أن يقول شعرا فأنشأ يقول يناديهم يوم الغدير نبيهم إلى آخر الأبيات فلما فرغ من هذا القول قال له النبي صلى الله عليه وآله لا تزال يا حسان مؤيدا بروح القدس ما نصرتنا بلسانك فلولا أن النبي صلى الله عليه وآله أراد بالمولى الإمامة لما أثنى على حسان بإخباره بذلك ولأنكره عليه ورده عنه وقال أيضا في رسالته في معنى المولى الشيخ المفيد شعر حسان مشهورا في ذلك وهذا صريح في الإقرار بإمامته من جهة القول الكائن في يوم الغدير من رسول الله له ولا يمكن تأويله ولا يسوّغ صرفه إلى غير حقيقته وقف التأمل في السند والمضمون وبما أن حديث الغدير يعتبر أقوى دليل على نظرية النص فمن الجدير التوقف مليا عنده والنظر في سنده ومتنه وكما يلاحظ فإن الشيخ المفيد ينقل نصا متفقا عليه بين المسلمين السنة والشيعة وهو عبارة عن هذا الحديث من كنت مولاه فعليم مولاه اللهم والي من ولاه وعادي من عداه وانصر من نصره واخذل من خذله وهذا الحديث بحد ذاته لا يحمل معنى الإمامة ولا يتحدث عن المستقبل وإنما يتحدث عن الولاء في حياة الرسول ولكن الشيخ المفيد يضيف عليه كلمات أخرى ويؤوله كما يشاء فيقول أوجب له ما لنفسه من الطاعة وشريف المقام ولا خلاف بين أهل اللسان أن المولى عبارة في اللغة عن السيد المطاع وهذا في الحقيقة معنى واحد من أشرين معنى لكلمة المولى ثم يقول المفيد سلم لروايته الجميع من قول الرسول بغدير خم فأعطاه بذلك حقيقة الولاية وكشف بي عن ممواثلته له في فرض الطاعة والأمر لهم والنهي والتدبير والسياسة والرئاسة وهذا نص لا يرتاب بمعناه من فهم اللغة بالإمامة نص بالإمامة وهذا تأويل من الشيخ المفيد بلا دليل ولم يكتفي المفيد بذلك وإنما أضاف من عنده جملة أخرى وهي ثم نزل فأمر الكافة بالتسليم عليه بإمرة المؤمنين تهنئة له بالمقام وهذا غير صحيح ولم يروه أحد والمعروف أن أمر بن خطاب قال له بخن بخن لك ابن أبي طالب أصبحت مولاي ومولا كل مؤمن ومؤمنة وهذه الجملة تختلف عن التسليم عليه بإمرة المؤمنين ويبدو أن حديث الغدير الذي كان عارضا وقع أثناء رحلة العودة من حجة الوداع إثر خلاف نشب بين الإمام علي وخالد بن وليد حول تصرف الإمام بجارية من غنائم اليمن كما يقولون وشكواه للنبي ولو كان النبي يريد أن ينصب الإمام علي خليفة من بعده لنصبه في مكة أيام الحج أمام جميع حجاج بيت الله الحرام بيد أن الشيعة الإمامية وجدوا فيه مادة خصبة للدعاء النص الصريح الجلي في الإمامة كما فعل الكلين في الكافي حيث روى حديثا منسوبا للإمام محمد الباكر يرويه عن رسول الله بلا واسطة يرويه عن رسول الله بلا واسطة أنه قال يا معشر المسلمين هذا وليكم من بعدي فليبلغ الشاهد منكم الغائب وأنه دعا علي فقال يا علي أني أريد أن أأتمنك على ما أتمنني الله عليه من غيبه وعلمه ومن خلقه ومن دينه الذي اغتضاه لنفسه فلم يشرك والله فيها أحدا من الخلق ولكن المفيد لم يروي هذه الرواية واكتفى بتأويل النص المتفق عليه بين المسلمين والذي لا يحمل معنا صريحا بالإمامة وقد نفى الشريف المرتضى تلميذ المفيد في كتابه الشافي أن يكون حديث الغدير نصا جليا في الإمامة كما نفى علمه بقول أحد من الشيعة بذلك وقال ردا على القاضي الهمداني صاحب كتاب المغني الذي اتهم الشيعة الإمامية باختلاك القول بالنص الجلي السيد مرتضى الشريف المرتضى قال إنه نص خفي وليس بنص جلي وكان شيخ من المعتزلة قد قال للمفيد إن الذي تدعونه أو تدعونه من النص الجلي على أمير المؤمنين شيء حادث ولم يكن معروفا عند متقدم الإمامية عند متقدم الشيعة ولا اعتمده أحد منهم في حجته وإنما بدأ به ودعاه ابن الراوندي في كتاب الإمامة وناضل عليه ولم يسبقه إليه أحد ولو كان معروفا فيما سلف لما أخلى السيد إسماعيل بن محمد الحميري يعني به في شعره لما أخلى به في شعره ولا ترك ذكره في نظمه مع إغراقه في ذكر فضاء الأمير المؤمنين ومناقبه حتى تعلق بشاذ الحديث وأورد من الفضاء ما لم نسمعه به إلا منه فما باله إن كنتم صادقين لم يذكر النص الجلي ولا اعتمده في شيء من مقاله وهو الأصل المعول عليه لو ثبت هذا الشيخ المفيد ينقل هذا الكلام عن شيخ من المعتزلة ويرد عليه فيرد عليه بذكر بيتي من الشعر في قصيدة إسماعيل الحميري وهو وفيهم علي وصي النبي بمحضرهم قد دعاه أميرة يقول هناك نص يرد في هذا النص الجلي ولكن ذكر الشاعر الحميري للوصية لا يشكل دليلا على الإمامة وصي كان فعلا الإمام علي كان وصي النبي فقد كان الإمام علي فعلا وصي الرسول ولكن لقضاء ديونه ورعاية أهله وليس وصيا على الأمة كخليفة وأما قصيدة حسان بن ثابت التي افترض المفيد أنها تدل على الإمامة فقد وردت بصيغ عديدة ولم يرويها المفيد مسندة بدقة ولم تظهر إلا في القرن الرابع الهجري حسب ما يذكر الشيخ عبد الحسين الأميني صاحب كتاب الغدير الذي يقول أن أقدم كتاب سبق إلى رواية هذا الشعر هو كتاب سليم بن قيس الهلالي التابعي الصدوق ولفت الأميني نظر القراء إلى التلاعب الذي حدث في القصيدة عبر التأريخ فقال يظهر للباحث أن حسان أكمل هذه الأبيات قصيدة ضمنها نبذا من مناقب أمير المؤمنين عليه السلام فكل أخذ منها شطرا يناسب موضوعه وأضاف أن لحسان في مولانا أمير المؤمنين عليه السلام مدايح جمة فمن هذه الناحية نعرف أن يد الأمانة لم تقبض عليها يوم مدة إلى ديوانه فحرفت الكلمة عن مواضعها ولعبت بديوان حسان كما لعبت بغيره من الدواوين والكتب والمعاجب التي أسقطت منها مدائح أهل البيت عليه السلام وفضائلهم وقد افترض الأميني صاحب كتاب الغدير أن التحريف تم في قصيدة حسان بن ثابت باتجاه مضاد للإمامية ولم يشرب الطبع إلى احتمال قيام الإمامية أنفسهم بتأليف القصيدة أو تحريفها باتجاه يخدم نظريتهم وفي الواقع لا نحتاج إلى عناء كبير لنكتشف اختلاق هذه القصيدة أو إضافة المفاهيم الإمامية عليها في وقت متأخر في القرن الرابع الهجري فيكفي أن نعرف أن محدثي ومتكلمي ومؤرخي الشيعة الإمامية لم يشيروا إليها ولم يذكروها في كتبهم السابقة كالنوبختي في فرق الشيعة والأشعر القمي في المقالات والفرق والكلين في الكافي والصفار في بصائر الدرجات مثلا مما يقوي الظن باختلاقها في القرن الرابع الهجري أحاديث أخرى وبالإضافة إلى حديث الغدير روى المفيد أحاديث أخرى في كتاب خاص تحت عنوان تفضيل أمير المؤمنين تجعل حب علي حبا للرسول وبغضه بغضا له واستدل بحديث الطائر المشوي أنه في ناس أهدوا طائر المشوي إلى النبي وطلب أن يأتي أحب الله إلى خلقه الإمام علي حتى يأكل معه ومقام الإمام في يوم القيامة كدليل على أفضليته في الدنيا تحدث في هذا الكتاب عن مقام الإمام في يوم القيامة وجهاد الإمام وجهوده وغيرها من الأخبار التي تتحدث عن فضل الإمام علي ولكنها لا تدل بصورة جلية على المطلوب وناقل عن الإمام جعفر بن محمد عن أبيه عن جده قال قال أمير المؤمنين قال لي رسول الله أنت الإمام لأمتي وهذه كلها روايات مرسلة يشك بوضعها في وقت متأخر ومروية عن أشخاص غير مهايدين كالإمام محمد الباكر ولو صحت النسبة إليهم فإنهم متهمون بتأسيس نظرية الإمامة وجر النار إلى كرصهم وهي أخبار أحد لا يمكن أن تبنى عليها عقيدة دينية كما يذهب الشيخ المفيد إلى هنا انتهت محاولة المفيد والإمامية الاستعانة بنصوص مفبركة وواهية وضعيفة ومؤولة تأويلا تعسفيا من أجل إثبات نظرية الإمام الإلهية وتركيبها على الإمام علي بن إبي طالب وذريته من بعده بالنص الجلي أو الخفي وهي كما رأينا كانت محاولة فاشلة فهل كان لدى المفيد والإمامية وسائل أخرى في هذا المجال إذا عدنا إلى التاريخ الشيعي الأول سنجد موضوع الوصية التي اعتمد عليها بعض الإمامية في تركيب نظرية الإمامة في تركيب نظرية الإمامة على الإمام علي وأبنائهم بعده والتي كان أول من استخدمها عبد الله بن سبع حين فتك القول بالإمامة في أيام الإمام علي فما هي الوصية سوف نتحدث عنها في الحلقة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته